بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذه هي الحلقة الثامنة والثمانين أو الثامنة والثمانون الدرس الثالث والعشرون في الاقتصاد الكل تحت عنوان محددات الطلب على العملة Determinants of Demand for a Currency نقدم إلى طابتنا أحباء في جامعة في قسم الاقتصاد جامعة كل أقسام كلية الاقتصاد والمئدارية وأقسام الاقتصاد وكل أقسام المعني بالأمر في جامعتنا العربية والإسلامية بإذن الله نرجو أن يكون فيه الفائد المرجوع وعلى بركة الله نبدأ المحددات الطلب على العملة Determinants of Demand for a Currency لا بد أن أذكر بشيء كنت قد قدمت في حلقتين سابقتين موضوعين رئيسيا هما العوامل المؤثرة في مقبولية العملة من جهة العوامل المؤثرة لم أتحدث عن سعر الصرف في ذلك المقطع تحدث فقط عن العوامل المؤثرة في مقبولية العملة على المستوى العالمي وذكرت بأن هناك ما لا يقل عن 12 عام أو محددا تؤدي إلى مقبولية العملة أو عدم مقبوليتها هذا من جهة وتحدثت في مقطع آخر لاحق عن أنظمة أسعار صرف العملة في هذه الحلقة أقدم محددات سعر صرف العملة وكيفية الوصول إلى سعر الصرف التوازني فهناك الآن اختلاف بين أولا العوامل المؤثرة في مقبولية العملة ثانيا أنظمية الصرف المتبعة من قبل الدول ذكرتها كانت ثلاثة راح أذكرها بعد قليل يعني لكن بشكل عنوين وفي هذه الحلقة أقدم محددات سعر صرف العملة وكيفية الوصول إلى سعر الصرف التوازني لابد من التذكير بالفرق بين العوامل المؤثرة بمقبولية العملة من جهة وأسعار صرفها من جهة أخرى ثم محددات الطلب على العملة هذه هي كررتها أكثر من مرة رادينا انتباه لها كما لابد من التذكير بأن هناك أنظمة لتحديد أسعار صرف العملات النظام الثابت اللي هو the fixed exchange rate المال no flexible exchange rate والممدار اللي هو managed أو administered أو dirty floor exchange rate هنا المال اللي هو floating exchange rate أو float exchange rate هنا المدار اللي هو managed أو ما يسمى بالdirty exchange rate الآن هناك ثلاثة محددات رئيسة للطلب على العملة يؤدي التغير في أي منها إلى إزاحة تامة في منحة الطلب عليها إلى اليمين أو اليسار يعتمد طبعا ذلك على اتجاه التغير لنفترض بأن سعر الصرف التوازن في لحظة ما للدرهم الإماراتي كمثال درهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي هو خمس إلى واحد يعني بمعنى آخر كل خمس الدراهم تساوي بسعر صرفها تساوي دولار واحد أي أن الدولار يساوي خمس دراهم أو أن الدرهم يساوي فاصل عشرين بوينت تو من الدولار الأمريكي يمكننا تصور هذا الوضع كما يعني في هذا الشكل هنا في عندي هنا الدراهم بالمليون درهم هنا الدولارات وسعر الصرف الآن هو من جراء تقاطع الطلب على الدراهم مع عرض الدراهم وتخيلنا بأنه عن سعر الصرف عشرين بالمئة من الدولار يعني عشرين سنت تساوي تم بيع وشراء تم بيع وشراء عشرين مليون درهم يعني الآن الإكولابريام هذه العرض على الدراهم اللي هي دراهم تبحث عن الدولارات والطلب الآن دولارات تبحث عن دراهم فالطلب على الدراهم هنا عرض الدراهم هنا الطلب على الدراهم عندما كان سعر الصرف الدرهم يساوي عشرين سنت أو 20% من الدولار أو كل دولار يساوي 5 الدراهم تم بيع وشراء أي توازن 20 مليون درهم مقابل أنه كل 20% من الدولار يساوي درهم واحد هذا هو التوازن اللي منبدأ منه كافتراض أول محدد من محددات طابع العملية هو سعر الفائدة أو أسعار الفائدة السائلة دعنا نبقى في سياق الحديث عن سعر الصرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي ونفترض بأن سعر الفائدة في سوق النقود الإماراتي هنا أتحدث في سوق النقود الإماراتي بأن أسعار الفائدة أعلى من سعر الفائدة في سوق النقود الأمريكي نلاحظ أرجو أن أعيد الفكرة أن أسعار الفائدة السائدة في سوق الإمارات سوق النقود الإماراتي أعلى من أسعار الفائدة أو سعر الفائدة الرئيسي يعني في سوق النقود الأمريكي هذا يعني في هذه الحالة أن الطلب على درهم الإمارات من قبل الأمريكيين يرتفع لأن الآن إذا كانت أسعار الفائدة على الدولار منخفضة وأسعار الفائدة على الدرهم الإمارات بالإمارات مرتفعة وهناك طبعا إمكانية تحويل الدولار إلى درهم والدرهم إلى دولارات بطريقة بشكل أو بآخر طبعا من خلال أنظمة الصرف التي تحدثنا عنها معنى ذلك أنه الآن السعر في سوق النقود للدرهم الإمارات أعلى من سعر الدولار في سوق النقود الأمريكي هذا الحكي يؤدي ذاك بدافع طبعا هنا ما يحدث في هذه الحالة أن الطارع على درهم الإمارات من قبل الأمريكيين يرتفع وذلك بدافع تحقيق الربح من فرق سعر الفائدة بين السوقين يسميه Interest Rate Differentials ينتقل جراء ذلك منحنا الطلب على الدرهم الإماراتي الـ DH إلى اليمين كما في شكل أدنى من موقع DH1 إلى موقع DH2 أي يرتفع بحث الدولارات عن الدراهم هذا عندي الآن الشكل كنا عند هذا التقاطع الأولاني اللي هو عندي 20 مليون درهم بيعت واشترت وتم اشتراءها عفوا مقابل سعر 0.2 أو 20 سنت لكل درهم نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقود الإماراتي على الدرهم الإماراتي وطبعا مقارنة مع ارتفاع سعر الفائدة في سوق النقود على الدرهم الأمريكي في السوق الأمريكي أدى ذلك إلى انتقال في الطلب على الدرهم الإماراتي من هذا الموقع DH1 إلى DH2 افترضنا أنه انتقل الآن التوازن من 20 مليون إلى 25 مليون درهم تم بيحها مقابل أنه ارتفع سعر درهم الإمارات من 0.2 إلى 0.22 أو من 22 سنت إلى 22 سنت لكل درهم إذن سعر الفائدة هو من المحددات الرئيسية الآن نفترض بأن نقطة التوازن الجديدة تحققت عند كما بينا قبل قليل أنه نقطة التوازن الجديدة انتقلت بين 20 إلى 25 عند نقطة التوازن الجديدة 25 الأولاني كان 0.2 يعني من الدولار يساوي درهم الآن 0.22 من الدولار يساوي درهم ما يعني الآن نفترض الآن بأن نقطة التوازن الجديدة تحققت عند 25 مليون درهم مقابل 0.22 لكل درهم ما يعني بأن قيمة الدرهم قد رتفعت هنا عندي ما يسمى بالappreciation أو قيمة الدرهم has been appreciated نسبة إلى الدولار بمعدل ماذا؟ نأخذ السعر الثاني 0.22 نقصه من السعر الأولاني 0.2 ونقسمه على السعر الأولاني بيطلع عندي 10% أي بمعنى آخر هناك ربح رأس مالي للمتاجر بالعملة بمقدار 10% على كل درهم الآن أو كل درهم اشتراء الأمريكي كل درهم اشتراء الأمريكي من الدرهم الإماراتية أو أن قيمة الدولار الخفضة depreciated dollars has been depreciated طبعا نسبة للدرهم بمعدل ماذا؟ السعر الأولاني كنا ننوخذ مقابل كل دولار 5 دراهم الآن أصبحنا ننوخذ 4.455 نقسمه على السعر القديم بطلع عندي 9.09% أو 9 تقريبا 1.10% لكل دولار خسارة مقابل الدرهم الآن نحتاج إلى الشيء من خفاض القيمة مقابل الدرهم تعلمنا النتيجة أعلى بأن ارتفاع سعر الصرف بين عملتين يعني بالضرورة أن قيمة إحداهما تنخفض وقيمة الأخرى ترتفع وفي هذه الحالة ارتفع قيمة درهم لإمارات مقابل خفاض قيمة الدولار الأمريكي المحدد الثاني هو الدخل الحقيقي Real Income الدخل الحقيقي اللي هي القوة الشرائية للعملة طبعا نأخذ بعين اعتبار أشياء كثيرة لكن الدخل الحقيقي مجرد من جرده من الأسعار وبالتالي ما هي القوة الشرائية مثلا للدولار بالدولار المتحدة للدرهم بالإمارات المتحدة على سبيل مثلا حتى نبين مثلا الدينار الأردني كان يشتري لي طبق من البيض السنة هذه أو قبل سنتين السنة هذه أصبح يشتري لي مثلا ثلاثة أربعة طبق ما يعني بأن هناك الخفاض في الدخل الحقيقي في القوة الشرائية للعملة لنفترض بأن مستوى الدخل الحقيقي للإماراتيين ارتفع بشكل ملحوظ نسبة إلى الدخل الحقيقي للأمريكيين هنا بما يتعلق بالنقطة الثانية أو محددات الطلبة العملة من النقطة الثانية الدخل الحقيقي فافترضنا بأن مستوى الدخل الحقيقي للإماراتيين ارتفع بشكل ملحوظ اللهم نسبة إلى الدخل الحقيقي للأمريكيين ما يحدث في هذه الحالة أن طلب الإماراتيين على البضائع الأمريكي يرتفع ما يؤدي إلى انتقال منحنى عرض الدراهم الإماراتي الباحث عن الدولارات إلى اليمين كما في الشكل أدنى هنا الشكل لنفترض أنه إحنا بدينا بالتوازن الأولي أنه كان عندي مقابل كل 20 سنت أو 25% من الدولار تساوي درهم واحد والتوازن في بيع وشراء الدراهم كان 20 مليون درهم مقابل كل درهم يساوي 20 سنت أو 20% من الدولار الأمريكي الآن نتيجة لزيارة عرض الدراهم الدراهم تبحث عن دولارات أدى ذلك إلى انتقال منحنى عرض الدراهم من هذا الموقع DH1 إلى DH2 بالسطلاي سايل أدى ذلك طبعا في عندي هنا من الطلب على الدراهم على الدراهم هون فمقابل الدولار طبعا أدى ذلك إلى زيارة الكميات التوازنية من 20 إلى 30 20 مليون إلى 30 مليون لكن خفض سعر صرف الدرهم مقابل دولار من 20 سنت إلى 15 سنت لماذا؟ لأن الآن زاد طلب الإماراتيين على الدولارات الأمريكية نتيجة لانخفاض الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة أدى ذلك إلى زيارة طلب الإماراتيين على البضاعة الأمريكية أكثر هذا سبب ثاني لنفترض بأن التوازن قد تحقق كما ذكرت قبل قليل في الرسم البياني هنا أنه انتقل من 20 إلى 30 مليون من 20 مليون إلى 30 مليون ونخفض السعر التوازني عفوا هنا الكمية التوازنية من الدراهمة ومقابل سعر الصرف من 20 سنت إلى 15 سنت لنفترض الآن أنه التوازن فعلاً عند 30 مليون درهم مقابل 15 سنت للدرهم الواحد ما يحدث الآن في هذا الشكل أنه أرد عيده يعني انتقل منحنة العرض للدرهم الإماراتي بالشكل هذا اللي هو باتجاه السهم وبالتالي الآن ما يعني بأن قيمة الدرهم مقابل الدولار انخفضت بنفسه ماذا؟ السعر السابق 20 السعر الحالي 15 انقسم 20 انخفضت قيمة الدرهم بمقابل الدولار بالنسبة 25% فهو صارت ديبريشياشن بقيمة الدرهم مقابل الدولار وارتفعت قيمة الدولار مقابل الدرهم بالنسبة ماذا؟ السعر القديم الجليد ناقص القديم على السعر القديم أشعر 33% المفروض أنه هذا السعر الجليد أوضعه هنا لكن بما أنه متحدث نحن عن إشارة مطلقة فالحسابات رح تكون نفس الإشيء المهم أن نقسم على السعر القديم فهون عندي ما يسمى بديبريشياشن من مقدار 25% بسعر صرف الدرهم وعندي أبريشياشن أو زيادة في سعر صرف الدولار مقابل الدرهم بمقدار 33% محدد رقم ثلاثة هو مستوى الأسعار Price level نفترض بأن مستوى الأسعار في الاقتصاد الأمريكي خفضة بشكل ملحوظ مستوى الأسعار في الاقتصاد الأمريكي خفضة بشكل ملحوظ في الوقت الذي ارتفع مستوى الأسعار في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال ما يحدث في هذه الحالة أن طلب الأمريكيين على دراهم الإمارات ينخفض بسبب ارتفاع أسعار السلعة الإماراتية لأنه يرتفع مستوى الأسعار في الإمارات ما يعني الآن كل أسعار السلعة ارتفعت وبالتالي ما يحدث في هذا الحال أن الطلب الأمريكيين على درهم الإمارات ينخفض بسبب ارتفاع أسعار السلع الإماراتية ويرتفع طلب الإماراتيين على الدولار بسبب انخفاض أسعار السلع الأمريكية تؤدي هذه الحركة المركبة انخفاض أسعار في مستوى أسعار الأمريكية وارتفاع مستوى أسعار في الإمارات هذه حركة مركبة بالتجاهين تؤدي هذه الحركة المركبة إلى انتقال منحنة طلب على درهم الإماراتي إلى اليسار طلب إلى اليسار إلى الأسفل أي قليلا من الدولارات تبحث عن دراهم وينتقل منحنة عرض الدرهم إلى اليمين إلى الأعلى أي كثيرا من الدراهم تبحث على الدولارات أرجو من طلبة الأحباء والمتابعين الكرام محاولة تصور الشكل البياني للحالة على أريدهم أن يمارسوا فكرا حتى يتخيلوا تقريبا من المستوحى من الشكلين السابقين بإذن الله بإذن الله لابد أن أذكر حقيقة أهمة في عالم اليوم وهي أن وسط التبادل الذي تتم من خلاله التجارة الدولية وسط التبادل هنا العملات وتتم من خلال هذه العملات التجارة الدولية التي زالت قيمتها بمعدل ثلاثة أعضاء خلال فترة من سنة 1990 أيام العولمة إلى هذه السنة التي هي 2011 ليس السنة التي نحن فيها لكن هذه الأرقام التي كانت متاحة عندي عندما قمت بوضع هذا المقطع اليوم سبعة عشر خمسة ألفين سبعة عشر صباح هذا اليوم بعمان الأردن لا يتعدى يعني الوسط التبادل واللي تنفي التجارة الدولية لا يتعدى عدم قليلا من العملات يأتي في مقدمتها الدولار الأمريكي ثم اليورو الأوروبي اليان الياباني والجينيه الاسترليني بالتالي فإن أسعار الصرف قد لا تعني هنا مهمة جدا هذه المراهضة أسعار الصرف قد لا تعني شيئا عندما تكون الدولة فقيرة ولا تؤثر عملتها في مجمل التجارة الدولية إلا بالنزل القليل نظر غدا أن واحدة من الدول الفقيرة كأن نقول مصر أو الأردن أو اليمن خفضت عملتها يعني سعر صرف العمل خفض هذا قد لا يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد بشكل عام يؤدي انخفاض قيمة عملة الدولة إلى انخفاض أسعار صادراتها وارتفاع أسعار مستورلاتها ويؤدي ارتفاع قيمة العملة لأي الدولة إلى ارتفاع أسعار صادراتها وانخفاض أسعار مستورلاتها ونتيجة لهذه المعادلة تتعرض كثيرا هنا باعتذر عن الخطأ النحاوي تتعرض كثيرا من الدول إلى مشاكل جدية في موازين مدفوعة ذكرت موسوعة المستثمر الأمريكية بأن أعلى ثماني عملات متداولة في سوق العملات الأجنبية هي حسب الترتيب الدولار الأمريكي رقم واحد اليورو رقم اثنين الياباني ثلاثة رابعا جينه استرليني خامسا فرانك سويسلي سادسا دولار الكندي سابعا دولار استرليني الاسترالي والنيوزيلندي وأخيرا الراند الأفريقي مشروع تعميم المعرفة إن شاء الله ستكون حلقة 89 بإذن الله تعالى حول ميزان المدفوعات ما هو مزيان المدفوعات وما هي مكوناته راجعا أن أكون قدمت في هذا المقطع الفائد المجول لطلبتنا الأحباء حيثما كانوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته